كانت التلمزة هي أن تعيش المسيح هاي التلمزة اليوم المؤسسات المسيحية عم تدفع ملايين الدولارات حتى التلمز وبعرش إذا زابط الموضوع الكنيسة الأولى كانت بتقول للشخص المؤمن تشبه فيه أنا رح أكون المثل أمامك أنا في حياتي في أشخاص اتنين اللي بتمثل منهم اللي هو الشخص اللي ربحني للرب يعني أنا ممكن أقول عنه كاد أن يكون كاملا والشخص الثاني اللي هو حماي كان رجل الله علمنا ودربنا التربية العسكرية في اتباع يسوع المسيح لكن هذه الممارسات كانت شيء طبيعي في الكنيثة الأولى التصريح اليومي كل يوم أول ما يصحى من النوم أنا مسيحي في السوق أنا مسيحي في أي محل أنا مسيحي كان يعلن هويته في العمل أنا مسيحي عندما يذهب للمشتريات أنا مسيحي لأنه يذكر نفسه كيف يصله كيف يتصرف مع الآخرين كان يعلن عند الإضطهاد عند الموت قبل الموت في كل الأوقات كان يعلن الهوية دايما برددها مثلا كانت تردد قانون الإيمان المسيحي الشهادة بيسوع أنا أؤمن أن يسوع هو المسيح هو المخلص ابن الله الوحيد مات على الصليب قام من بين الأموات تعرفوا حتى في الشرق اليوم حتى المناسبات ما زالت في الجمعة العظيمة والقيامة كأنه بعيدوا مسرحية الصلب والقيامة حتى الناس تتعلم في الكنيسة الأولى كان عن طريق الفن والرسم كانوا بيرسموا الآيكونيات لأنه ناس لا بتقرأ ولا بتكتب كانوا بيتكلموا عن هذه القصص الكتابية بشكل مسموع بشكل مرئي واحدة من الممارسات اللي بتظهر أنه أنا مسيحي كان دايما يعني بيرسم إشارة الصليب إحنا اليوم نرسمها بحسب ارتودوكسة أو كاتوليكية يمكن الكنيسة الإنجلية ما بتعملها لكن هاي ممارسة كانت في القرن الثاني والثالث والحق يقال أيوة استخدمت غلط في العصور طبعا المسيحي اللي استخدمت الصليب في الزهاب إلى الحرب نحن لا نتفق بس كان في علامات كان في إشارات على القبور على أماكن اللي كانوا بيتخبوا فيها كانت العلامة صليب أو سمكة يعني هذه العلامات إشارة الصليب كانت بتعبر لما بتعمل شخص هيك بيعرف على طول أنك أنت مسيحي هذه الممارسات كانت بشكل مستمر الشكر دعم المسيحي بيشكر ولا سيما في فترة العشاء الرباني أنا عاوز أسألك أنت اليوم مين الموديل بتاعك مين الشخص اللي أنت بتقول أنا هذا بدي أتمثل فيه هذا التحدي أحبائي الناس الناس بدها مثل طبعا ما فيش حد كامل لكن حلو أنه إحنا نكون مثل واضح أمام المجتمع تعرفوا لما بطرس تكلم للنساء عن الأزواج الغير مؤمنة يربحنا بسيرة كنا بدون كلمة خليني أعممها أنه يربح العالم بالسيرة بالسلوك بالتصرف حتى لو ما تكلمنا بالكلمة لكن طبعا الخلاص هو بالكلمة